ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهيا بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم وألتقي بكم مجددا لنسير معا في ضرب من استجاب الله لهم نسأل الله أن يستجاب لي ولكم بإذن الله ولسائر هذه الأمة من الذين يستجيب الله لهم تاجر الصادق نحن نعلم أن التجارة فيها وفيها ونعلم أن الأسواق كما قال رسول السلام هي من بيوت الشياطين دائما فيها الشياطين كان بعض الصحابة يقول لا أدخل مبكرا ولا أبقي إلى آخر واحد لأن الأماكن وأوكار الشياطين هي الأسواق ويقال حتى في الأحاديث أن هناك التاجر الصادق والتاجر الفاجر فعندما يكون التاجر صادقا وهذا يعني رسالة لكل تاجر أن يكون صادقا من تجارته مع الله وأن يتق الله في من يبيعهم ويشتري معهم على كل حال فمن الناس الذين يستجيب الله هو التاجر الصادق ولعل خير دليل على هذه القصة أو على أن هذه الصفة أم أن يتصف بالتاجر الصادق يستجيب الله له قصة أبو معلق هذا الرجل الذي كان تاجرا وأيضا كان زاهدا وعابدا وناسكا لله تعالى وكان تاجرا صادقا مع نفسه ومع غيره وهذا التاجر كان يتاجر بمال له وأيضا بمال غيره يعني بعض الناس يعرفون أنه بمعلق هذا أنه صاحب أمانة وصاحب تجارة وصاحب خلق وأخلاق عالية في التجارة وزاهد وعابد الله تعالى فكان يلجأون إليه من أجل أن ينموا تجارتهم فبالفعل يعني كان يذهب إليه الناس وكان يتاجر ويتنقل في رحلاته بين وفي أصفاره وفي ترحاله في هذه التجارة وينميها لا هو لغيره ولم يعب عليه أحد ذاته يوم أنه أكل مال أو دهم عليه الطمع أو أخذ منه الطمع أو شيء بل كان دائما صادقا وفي أحد رحلاته في التجارة طبعا فإذا بلص يقف أمامه فقال ما لك وأنت أريد أن أقل إني قاتلك قاله طيب هاي المال يعني هذا هو المال يعني لماذا أنا دمي قال لا أما المال هو مالي للصيد أضمن بأنه هذا المال له قال هذا مالي إلا أني قاتلك المال أصبح إليه يعني ما عنديهش وحد غيري وبالفعل قاله أنا أريد أن أقتلك أنت ورفض ألا أن يقتل أبو معلق وأيضا يأخذ هذه التجارة التي جزء منها له لأبي معلق وجزء للناس الذين يتاجر لهم فقال له إذن أمهلني إن كنت عازما طالما أنك عازم على قتلي وتريد قتلي ورأسي فامهلني دعني أصلي قال له أصلي لك هذا فتجأ أبو معلق وقام بالوضوء وصلى أربع ركعات الله تعالى وكان أن دعا بدعاء قال يا ودود يا ودود يا ذي العرش مجيدة فعال لما تريد اللهم من أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم يا مغيث أغثني من هذا اللص وبدأ يدعو في هذا الدعاء قدده ثلاث مرات فإذا بفارس آتن ومحو هذا الرمح واجأ على فرس وخيال فأقبل اللص يواجه هذا الفارس الذي أتاه فقام الفارس بقتل هذا اللص ونجأ أبو معلق فمالق يسأل يعني يقول لهذا الفارس من أنت يرحمك الله يعني بارك الله فيك لقد أغثتني من هذا اللص الذي كان يريد دمي ومالي من أنت قال أنا ملك من السماء الرابعة قال لما دعوت الدعاء الأول هو دعي ثلاث مرات نفس الدعاء يا ودود يا ودود وكرروا هذا الدعاء لأنه يستجيب الله لكم إن شاء الله يعني يا ودود يا ودود هذا العرش مجيدة فعال لما تريد اللهم أن أسرك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك كان عرشك اللهم أغثني قال لما دعوت في المرة الأولى فسمعنا للسماء الأولى قاقعة قال لما دعوت في المرة الثانية سمعنا للسماء الثانية ضجة يعني صارت ضجة وقاقعة يعني هذا الدعاء الزلزل السماوات يعني من كثر يعني لماذا لأنه فيه من أسماء الله وأسماء الجلالة العظمى والأسماء التي يستجيب الله بها قال ولما وصلت إلى السماء الثالثة فقلت من هذا قالوا هذا رجل يدعو الله من لص أو شيء يريد أن يقتله ويسطع على ماله فقال يا رب فهذا الملك يقول فقلت يا رب أوكلني بقتل هذا اللص يعني أوكلني بأن أنا أقتل هذا اللص وأحمي هذا الرجل الصالح الذي دعى بهذا الدعاء قال فأتيت إليك ووكلني الله بهذا اللص الذي طبعا قتله الملك ونجى الله أبو معلق طبعا وتجارته وماله ومال غيره ومنها نستطيع أن نقول أنه عندما يكون التاجر صادقا ويتاجر بصدق الله تعالى فليدعو الله فإن دعوته بإذن الله مستجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر